مع الأشقاء في المغرب شوية. لأنه لو كان المواقف معكوسة ما أعتقدش أنه رد الفعل في المغرب هيكون عكس رد فعل الندي الأهلي. بمعنى أنه لو الاتحاد الأفريقي اختار القاهرة لاستضافة المباراة النهائية ما أعتقدش أبداً من الأشقاء في المغرب مع كامل التقدير والاحترام ليهم. في النهاية نتكلم في الرياضة ولابد أنه حتى لو كان فيه اختلاف في وجهات النظر لابد أنه يسود الرقية والاحترام والروح الرياضية قبل أي شيء. لكن لو كان الاتحاد الأفريقي اختار المغرب أعتقد أنه اختار القاهرة كان رد الفعل الأشقاء في المغرب هيكون في منتهى العنف وكانوا هيطلبوا بنفس المطالب المشروعة اللي بيطالب بيها النادي الأهلي في التوقيت الحالي. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما ده حصل بالفعل قبل كده؟ وحضراتكم لو تتذكروا السوبر قبل اللي فات. النسخة قبل اللي فات. النسخة اللي قبلنا فيها نهضة بركان. ومن المتعرف عليه طول العمر الحقيقة. ما شفتش قبل كده في وقع أنه المبارات السوبر بناء على طلب بطل الكنفدرالية يتم من أقلها. طول عمرنا عارفين ومتعودين أنه مبارات السوبر بيصدفها بطل دوري الأبطال. ومع اعتراض نهضة بركان على إقامة السوبر في القاهرة. قبل الاتحاد الأفريقي هذا الاعتراض. وبالفعل أخذ قرار بناء مبارات السوبر بين الأهلي ونهضة بركان لاستضافتها دولة قطر. وبالتالي أعتقد أنه من المنطقي جدا على الاتحاد الأفريقي أنه يتعمل بالمسل. والكلام عن استعداد دولة لاستضافة الحدث ما أعتقدش أبدا أنه ممكن يكون وكثير من الدول الأفريقية تتمنى أنها مجهزة وقادرة على استضافة حدث برمسل هذا النوع وتتمنى استضافة حدث كبير زي دالة أنه يعود عليها بمكاسب كتير جدا. فما أعتقدش أنه دي الشماعة اللي ممكن أن الاتحاد الأفريقي أنه يعلى عليها انحياز الواضح والمكشوف والسافر في بطولة دوري الأبطال لصالح الوداد المغني. القصة مش أهلي وداد على الإطلاق ونتمنى. وأعتقد أنه بيننا وبين الأندية المغربية وبين الأهلي وكل الأندية الأفريقية كانت أو عربية الحقيقة مشاعر ود واحترام بيحطها دايما في الاعتبار قبل فكرة المنافسة أو تحقيق الألقاب. يهمنا أنه ده يحصل ودي مدرس ومبادئ النادي الأهلي وفلسفته دايما في التعامل. والقصة الحقيقة مش قصة صدام بين الأهلي والوداد المغربي على الإطلاق بقدم هي مطالبة للأهلي حق مشروع له في سبيل حفاظ على حقوق كل الأندية. حتى وإن كان لغاية اللحظة دي رسميا لم يتم الإعلان عن طرفها النهائي. كل شيء وارد في كرة القادمة وموارد جدا جدا أنه بيترو أتلاتكو يعملها. وارد ما الناس كلها زمان السنة اللي فاتت كانت بتقول أنه فرص الوداد في الوصول النهائي تقريبا شبه محسومة بعد الإعلان عن مواجهته لكايزر شيفز. وقد كان وعملها كايزر شيفز ووصلت معنا للمبرارة النهائية. شكرا